فهما بعد الوقت ادركوا ان انا لا انا ما كنتش مؤ زي او كده فبالتالي لما مثلا خلفت البيبي التاني راح مبعتين لي هدية كارسيت اه لان في الاخر انت مبتقي فيه ناس صدمية يعني انا مش شخص صدمي اللي هو ايه حتى احنا في النقاشات دي مش مثلا مش بروح قلب الترابيزة بقى بقول لكم ايه وده اللي عندي لا في اللازازة يعني فاهمت بقى الا بقى لو حد يعني باشا خلاص بقى حلق له بقى قل بس فهو ده المهم ان انت حتى لو بيحصل ميسا اندستاندينجز وناس بتزعل منك وده بيحصل كلاما انت بتجبر وكلاما انت بيبقى عندك باور اكتر كلاما الناس لبقى حساسة من ناحيتك اكتر ده على مستوى الشركات وعلى مستوى حتى زمايلك والناس اللي معاك في الفيل بيبقوا حساسين اوي منك فازلان انت دنيا بسيطة ومش عايز تعمل المشاكل مع حد خلاص بس ازاي بتقدر تمنج بقى بين ده وبين ان انت برضو تبقى اثنتيك وبردو تبقى حقيقي ما هو اتس درينينج الموضوع متعب قوي طبعا وسباشلي كمان انت حياتك ما بقيتش شبه الاول كان انت تنزل day to day كده لا انت دايما انت مش دايما جاهز ان انت تقابل ناس تعرفك وتسلم عليكم بتاع انت دي حاجة حلوة وانت ما تحلمش بيها بس في الاخر ساعات مثلا ممكن ابقى انا مثلا متخانق مثلا في البيت خانق ابنت كلب ابقى مثلا عندي صداع ما خلي ان انا مثلا جنب ده كله مش قدر احركه مش عارف ايه فانت بيجي لك بقى شباب متحمس او لا او تصور ولا او اعيد الصورة الصورة مهزوزة مش عارف ايه فانت ساعات الحاجات على قد ما هي حلو ايضا على قد انت غصب عنك كبنيادة مساعات بتبقى صعبة تبقى درينينج طبعا درينينج بلاس بقى ان انت دايما بتفكر ان فلان انت خلاص بقى تريفونك بقى بقى بيسكوتش تاين الناس بقى تكلمك وبشعف ايه وده عايز ايه وده عايز ايه فانت ساعات بتسقط منك مهمة فتلاقي فلان زي علانيولك اصداد تغير اسوكيل تغير قوي بقى مش عارف ايه فانت ما بتخلصش من دي فبتحاول عندنا ما تقدر بس الموضوع بيبقى يعني فيه بيبقى متعب يعني بصراحة يعني انت حاسس ان الشفت ده غير يعني الشفت ما شاء الله عشان بقى فيه نجاح زي ما احنا بنسميه بس زي ما فيه نجاح كبير قوي كده حاسسن ده غير منتلي واموشن اللي انت زي بتقدر تعمل مع الناس عشان اكيد ان الكاباستي بتاعتك تبقى تهلغز من عندك هو غير ان انت بتركز اكتر يعني زمان انت عادي مع نفسك ولا في المطلق معهم ومع نفسك ان انت تحاول ان انت تبقى دايما ما حدش يزعل منك يعني على قد ما تقدر تحاول ما حدش يزعل منك انت لوقتي بس في الاخر برضو بتحاول ما تزعلش حد علشان ما يستغلش اللي انت فيه ضدك يقولك فيه ناس كتير بتقعد انا بيجيلي كاميرا بقى بقى بايخ بقى تنك الناس دي مش شايفيني انت فهلا بتعمل ايه عشان اقول لك على حاجة انا شفتك فيرست هند واحنا في اكس برو اكس اول مرة نتقابل اول مرة في حالة ما نتقابل انت مش بس لزيز معاين احنا ومع كل الشباب الارجنايزرز انت مفيش واحد من الشباب بعض لما خلصنا وكانوا كتير فاشخانين اي حد ما شفش سوء يدعان لا هو كان بجد كان بحر ناس والناس كلها كلهم بيجروا عليك انت واحد واحد خدت صورة 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 بتحاول عادة ما تقدر طبعا انا شايف ده عشان كيف بقولك بس اكيد ان الموضوع ده انت اللي هو مش قادر ايوه غزب عنك بابا مكسوف طبعا عشان حب الناس ما في المية نعمة بس فيه برضو الناحية التانية ان زي بزيك ما انت قلت انت اكيد فيهم صحي مش طايق نفسك بس برضو لازم تنزل وتبقى مبتسم وتبقى تزيز لو حديتكلم معاك ويسألك على حاجة فاهم اوزي انت بتبقى مكسوف انت مش دايما بقى بتبقى مستوعب انا كمان بحبش استوعب الموضوع الشهرة ده فمسلا ساعات احنا مسلا عندنا مسلا حد في البيت اللي مثلا بيشتغل وكده ممكن تفتح الباب بتاع في ديليفري ساعات مسلا انا روح افتح وبتبقى لابس بقى لبسك عادي اه لابس بجابة اه تريلينج على روب على شب شب حاجة كده عرع والشراب فوق البنطلون فيفتح بتاع ديليفري ايه ده ازاي حضرتك مش عايف ايه فتبقى انت ايه فبتبقى مبسوس بيه كل حاجة بستحس اللي هو ايه وانا ليه انا فتحت يعني فهم بس انا بيفريش معي انا من نوع اللي مهمليش موضوع التنميق بتاع ما انا بقى اطلع هبل اصلا يعني فما بحب بقى طبيعي انت حقيقة اه بحايا ولي يعني ان انا بقى دي اهم حاجة لان فيه ناس بتضرب في الشهرة والحاجات دي بتتجنن خالص يعني بس اعادة ان انا اكشفت ان عمتن الشهرة الناس يلاقي بيقولوا ان الشهرة والفلوس بتغيرك مش مختلع خاصة انه بيغيروك مختلع جدا ان شهرة والفلوس او لو انت عندك لو انت قصا ميلان لان انت تبقى رخمة او تبقى مش لذيذ او تبقى متنمر او تبقى قليل ادب الفلوس والشهرة هيزقوك فاش خاريا يلا بقى ليه عشان انا احسن عشان انا لقيكو بتاعي كبير بس لو انت فعلا انت من دي اون انت بني ادم عادي جدا وكلنا ولاد تسعة وكلنا مولود فاهم قوزي دي مش بتاعتي يعني انا اعتبرتها بتاعتي خلاص عشان او مرة اشوفها من البرسبكتف ده او من الزاول لا اعتقد انهم تغيبونك اعتقد انهم تغيبونك للأسف معظم الناس عندهم ويعني معظم الناس وانا للأسف بقى طنع ان لو هتحطيت في موقع ده هيبقى صعبة قوي انت تغيبنش كبس الناس كتيرة فاشخة عندهم التندنسي بتاعه انت تبقى رخمة ايو مش حد يجي سلم عنك شفتها مع ناس كتيرة ومشهورة وناس مشهورة 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 جدا يعني انا جنال حب الناس ده نعمة بس اما برده انا بشفق ساعات على بعض منهم يعني ان بجد يعني انا لفل الشهرة اللي انا فيه يحتمل انا مش عادل امامي مش احمد حلمي او والله بجد يعني يعني انت لو ماشي في الشارع بالناس بتاع عرفك حتى انت في العربية حتى لو في العربية عادية يعني حتى لو انا راكب العربية العادية اللي هي الموجود منها خمسمائة وعتشان لو حد خد باله ممكن بتحصل وباي باي وبتاعه وبتطلب منك توقف في الدائرة تتصور بس فيه ناس لفل بتاعهم صعب ايوه انا برضو استيل فيه ناس كتيرة قوي ما تعرفنيش يا موكبه داخل مثلا على يا مثلا بنا روح مثلا لحمد حلمي مثلا في الساحل مثلا فممكن راجل على الباب ما يعرفنيش عادي وممكن مثلا الراجل الامن اللي في الوقت باسأله البيت فين ما يعرفنيش لكن واحد داخل احمد حلمي ده كده كده العائلة الواد اللي لسه بمخلص داخلها حيعرفه عارفتك كل الناس عرفاه وفيه ناس كده فالموضوع ده اكيد يعني احمد حلمي فوق لي ما بينزلش يجيب بحقيقية حمسه مفيش عاجز مركزه متى ينزل خش الحمام مش هينزل خش حمام في بيته صعب قوي قوي صعب قوي صعب قوي إلا لو هو جاهز هو عايز فجأة يحس بدا دلوقتي وحيبقى مستعد يطلقاه بس لما تبقى انت يوم عادي صعب ما تقدرش تنزل تروح تقعد في حتة كده لابل عمري دياب ده ايوه عمري ينهر سويد وعمري دياب فيك انت اي حد يعرفه ايوه مفيش مخلوق مش هيكلمك بزبط يعني انت داخل السوبر ماركت مفيش حد في السوبر ماركت من اول الراجل اللي هو كشير لحد بتاعجبك بزبط المقال اللي قاعد فيان بيجيب لك لحد الست اللي راح هتشتري كله طبعا طبعا عشان كده بينزلوا متخفيين كده والله اكيد حاجة عذاب فهي صعبة يعني بس الحمد لله انا بس انت يقرق يعني انت ما شاء الله لا انت هتتمرش في اي شارع في مصر ايه ده يعني فيه يعني فيه ساعات نظرات سباشيلي من البنات بقى البنات بيبقوا في منهم عارفينك في منهم بيشبهوا عليك كده ما هي دي وفي منهم طبعا ما عارفوكش يعني انا اصلا نسبة دي عندي قليلة جدا بس فالأكل يعني بس البنات اللي عارفينك بيموتوا فيك هذه اللقا طبعا اللي هو عشان البنات اللي يوم قايف العربيات اللي يوم في الكونتا ده هتلعيهم طائرين ده ممكن اوه بس طبعا ما حدش يعني مش زي بقى الفنانين والبتاع ده البنات بتروح لهم تا انا ما بيكسفوا ييجو بس يعني بس الفكرة ان هو الموضوع دها برضو بس فهمها زي ما قالك I believe It doesn't change you خالص لو ان if you are a person تعرف جدا تعطي جدا وصلها شايف ناس شايف ناس كده اشامة في الماغ عدش كده في اوقات أنت في اوقات اتصى فيها ايزي اىيها حد ريخم. أنا بيحصل لي ساعات ممكن يقبلك حد ريخم. كده كده ممكن تقبلك حد ريخم. وحد مثلا يشوفك اللي هو هو عايز يأذيك النهاردة. لو أنت اه 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 اه. فعايز يديك كلمة وحشة. ايه صح. فأنت طبعا في حاجات زي دي لأ حقك ما في المية انت تجذ عليك. بس في المطلق لا أهجانيو اللي بيقرأ بان مني انت فيم اكسبوزز يو. ايه صح. بتكشفك. فشخ بقى بتكشفك. ايه. فلو انت من جوه وحش وقتم ويعني مش كويس مش رزيس هتبقى انت عشان من جواب العدم محترم ونزيد يعني زي بزوت جيم كاري جيم كاري كان بيحكي ان لا هو 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 نفسه بقى هو اكتر بعض لما تشهر لأنه لا تتغير مع ان في ناس احنا نعرفها يعني انا وانت نحن نعرفها لا الشاب بدأ اول لما شمها حتى بيتعامل مع الناس بطريقة وحشة ليس يصور وحشة واحدة وهي مثلا مش مونة زكي مثلا بس الناس غير انت عارف لا تاريبل اما في اصفيه واحدة انت بتقول كذا هو مفيش حد عارفه اشتغل معاه الا ملعن وسبب وخسارة امورة فحسب احسنت بجد الوناس انت بقى انشتغل الغير الماعد وبرائف المناشية وديركتر موجود أول ما ديركتر دمack هنسوا أحش تمت وحش مشي ومعرفش وعندي انا صحاب يشتغلوا معاها يشتغلوا بيقولوا ليه ابني انا تبقى تعذب انا انست لمدة 8 ساعة مش عارف مش عارف مش عارف بصرف مش راه وعندي سين معاها ايو 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 فليه ليه ليه صح هي اللقطة كلها ان لو انت بني قدم كويس اي بليف ان بالعكس الفلوس دي هتخليك تبقى عايز تبقى كويس اكتر صح هايستدي وانت بقيت مش مشهور لا انت هتستخدم البلاتفورم العملك ده صح بان انت تنادي بحاجات احسن بزاك بزاك بس بتنادي ليه يا جماعة نبقى كويسين لبعد بزاك يا جماعة اعمل حاجة كويسة اعمل حاجة لي صح وعشان كياه والله من اول بودكاست حتى دلقتي اقول لك عشان كده عشان انت ما شاء الله تحطيت في ده ودي حاجة صعبة اوي ناس كتير اوي يفاكرين اللي هو اه الشهرة حاجة لذيذة ايو شهرتك لا هي حاجة صعب الفشخ انا متخيلش ان انا ماشي في الشارع والمست الناس كلها بيوصولي ايوه ايوه عشان البصات دي بتبقى مستفزة اموت اه اه الحمد لله على الحب بنات بس انا مش متخيل الضغط الضغط ان انت بتبقى حاسس ان انت لا انا ماينفعش اغلط ايوه اه لانت باخد بالك اوي طبعا بذوخ بالك اوي بالرغم ان انت زمان اول ما بدأت تتعمل كونتنت كنت بتنزل تدور مين بصصتي بزغط حد اخد باله بزغط حد عارفني دلوقتي بعتقد ان الموضوع موتر ايوه فالشعره مش زيمن اللي الناس مكرينه غالص لا 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 فيه حاجات حلوة فيه حاجات صعبة لازم لازم وانت بنيادة مساوي حتنبسط بها جدا لكن لو انت مش ساوي عندك حتة كده وانت باس الله موزون جدا